ستة ملايين عراقي ويزيد نزحوا من مناطقهم منذ اندلاع الصراع بين القوات الحكومية وميليشياتها من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى عام 2014 مليون وسبعمائة ألف منهم ما زالوا نازحين منظمة الهجرة الدولية في العراق أنجزت مجموعتين من الدراسات المتناغمة التي بحثت العوامل الكامنة وراء النزوح المطول وكذلك إمكانيات اندماج العائلات العراقية النازحة في المجتمعات المضيفة الجزء الأول من الدراسة حل لكل من مناطق المنشأ والنزوح الرئيسة وبذلك حدد العقبات التي تحول دون عودة النازحين داخليا وتقييم كيفية تأقلومهم في مناطق النزوح والعودة الدراسة أكدت أن 41% من إجمال عدد النازحين داخليا في الموصل وسنجار هم من مناطق المنشأ في حين أن ربعهم من مناطق الحويجة في محافظة التأميم وبيجي في صلاح الدين والفلوجة والرمادي في الأنبار وتلعفر والبعاج في نينوى 61% من النازحين داخليا يعتبرون حاليا من النازحين الذين طال أمد نزوحهم ما يعني أنهم نزحوا منذ أكثر من ثلاث سنوات ومعظمهم تقريبا معرضون لخطر النزوح المطول ولا يفكر غالبيتهم بالعودة إلى مناطقهم لسانة أخرى في الأقل السبب الرئيسي الذي ذكره النازحون للبقاء في النزوح هو منازلهم المدمرة في مجتمعاتهم الأصلية حيث يشكل هذا السبب عقبة أمام عودة قرابة 52% من النازحين خارج المخيم وبنسبة 38% من النازحين المقيمين داخل المخيم رحلة نزوح طال أمدها تظل كتابا مفتوحا للمآسي لم تعرف نهايته بعد ولن تعرف في ظل استمرار حالة الإهمال الحكومي للمناطق المستعادة نزوح بيوميات تضيف إلى حالة الشعور بالنفي القسري أوضاعا في غاية المأساوية حيث تغيب الخدمات والمساعدات أو تكاد تنعدم إلا من قليل تتكفل به بعض المنظمات المستقلة